السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اجبت لكم صابلي بالزيت بمقادير بزيف سهلة يعني بيزوج حبات بيض وكس انت عزيت حضرت كمية كبيرة وبنة ولا ارواع في هذل الصابلي صابلي حشيش وبنين وملح بزيف لفطور الصباح ولا القهوة تعليشية قبل ما نبدأ لبنات بالوصفة ما تنسوش باشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وجملة فيديو لبنات ما يعني ما تنسوناش بليجام باش نوصلو لاكبر عدد ممكن من المشاهدة وباش تطلع القناة يعني كما راكم تعارفو القناة من سهلة جديدة ونمرو مباشرة للوصفة اذا بالنسبة للمقادير نحتاج سنين حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة عندي كاس ميزينة كاس نتع السكر نعم كاس نتع السيد وعندي ايضا كاس نتع خميرة كيميائية بالنسبة لطريقة التحضير عندي اثنين حباتة على البيض نضيف لها كالسكر نعم يكون منخول جيدا ونخلط مليح يعني ندخل هذك البيض مع السكر نعم جيدا باستعمال الفوي ضروري انه يكون السكر النعم ماشي السكر العادي لانه السكر النعم راح يعطينا بنا وخفة للصابلين تعنا ماشي كما السكر العادي وايضا يساعدنا بزاف في الخدمة يعني ثم ثم يذوب الان نجي نضيف الزيت بالتدريج ونخلط مليح يعني ندخل المكوينات ندخل كامل هذك الزيت مع السكر والبيض تقدروا تستعملوا الباتوغ في هذا المرحلة راح يساعدكم بالبزاف ويعطيكم نتيجة بزاف مرضية اذا نجي نضيف ايضا الكيس تعلها ميزينا يعني بالنسبة للسكر النعم والميزينا تكونوا ديجا نخلطوهم من قبل الان كي نضيفو الميزينا نحسو باللي الخالي تتعنا ولا كريمي ثم كنحبسو نبدأ نضيف الفيرينا ندخل المليح ونخلط يعني بالنسبة لما عندهاش فوي تقدر تستعمل ملعقة خشبية وتخلط المكوينات جيدا مع بعض اذا بعد ما تشكلتلي كريمة الآن نجي نضيف الفيرينا مع كيس خميرة كيميائية اذا بالنسبة لفيرينا عبرت لكم الكاس اللول يعني الكاس اللي يرفض 220 مليليت ولا نفس الكاس اللي عبرنا به يعني المكونات الاولى اللي هي الزيت والميزينا والسكر النعم نعبرو به الفيرينا يعني ضفت الكاس اللول نضيف ايضا كيس خميرة كيميائية الفيرينا ايضا تنخلوها مليح باش تخلنا الهوى ويجينا الصبلي تاعنا خفيف نضيف ايضا الكاس الثاني الآن نجي نجمع العجينة التاعي ونخلي الكاس الثالث بالجه يعني نخلط كي نحس العجينتها يمزل تطرية نبدأ نضيف الكاس الثالث بالتدريج عفوا اذا ندخل كي ما راكم تلاحظوا يعني بشكل دائري بالنسبة للمبتدئات اللي يخافوا انهم يعجنوا العجينة تاحهم يعني تلموا فقط باطراف الاصابع وتلموا بشكل دائري ولا من تحت الفوق يعني ندخلوا هذك الفارينة مليحة في العجين حتى تشكلكم عجينة متماسكة وطرية اذا من نسبة الكاس الثالث راح نضيفوه بالتدريج اضفت حوالي يعني نصف كاس ونجمع العجينة التاعي ونشوف يعني اذا كانت العجينة التاعي متماسكة ونطمت لي ولت لي كتلة واحدة صي منزج الفارينة يعني هنا انا يا خلاص نطمت العجينة التاعي وولت كتلة واحدة وراهي بقوام ممتاز دائما تستعملوا اليد الأخرى بش تحسوا بالعجين هاي لكم صاهي العجينة التاعي يعني انا استعملت كنتيجة نهائية اثنين كيسين ونصف هرينة يعني جاتني عجينة ما شاء الله كما راكم تلاحظوا تكون طارية لكن متماسكة الان نجمع العجينة التاعي ونحطها في كيس بلاستيكي ونغطيها مليح العجينة التاعي فيها الزيت لازم نغطوها مليح باش ما يدخلهاش لهوا لانه اذا تخلها لهوا رح تشققني من الفوق ويجيني شكل تاحا ماشي شباب الان نخليها يعني في الزلاجة المدة عشر دقائق ولا تقدري تستعملها مباشرة اذا كتكوني تحلي في العجينة التاعك تستعملي كيس بلاستيكي وتحلي العجينة التاعك فاصيل مور رح يساعدك بالبزيف احسن من انك تستعملي الفيرينا لكتكوني تحلي في العجين يعني اذا استعملت الفيرينا وماشي القيقة وبالنسبة لهذا الفوتات التاع العاديين نجمعهم ونعاود نحلهم ونطبع عادي ما تدلكوهم شوفوا كثرة نجمع فيهم يعني تجمعهم بهذا الطريقة وتحلوهم وتطبعوا في هذا الشكل الان سابلينتين نديرو يطيب على 180 درجة يعني يطيب لكم بصفورية فقط ونحوه ما متخلوش حتى يحمر لانه اذا خليتوه طب زيادة رح يجيكم يابس خليوه يعني ينشف فقط وتنحوه اه الاغ بالنسبة للتزيين انا كنت تزيينتو بالسكر الناعم كما رقم تلاحظوا والتزيين اختياري على حسب مقدور اي سيدة وش متوفر عندك في البيت اه اذا تقدرو ايضا تزينوه بالنواة كوكو يعني في الوسط ديرولو معجون وفي الحواف ديرولو لنواة كوكو والاحتة زيقزاق بالشوكولة من الفوق يعني انا درتو تزين سامبل بسيكرو جلاس ان شاء الله هذا الوصفة تعجبكم وان شاء الله تنال الريضة نتاحكم ما بقى لغا نقولكم البنات الله وفر واحدكم ونلتقي الى عدد مقبل ان شاء الله والسلام